أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني كوتيريش عن قلقه من استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وخلال كلمته بالجلسة الوزرية لمجلس الأمن الدولي شدد كوتيريش على ضرورة الحفاظ على حرمة المستشفيات والمرافق التابعة للأمم المتحدة والتي تستوعب أكثر من 600 ألف فلسطيني في غزة مشيرا إلى مقتل 35 من موظفي الأونروا بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع حتى الحرب لها قواعد علينا أن نطالب جميع الأطراف بنصرة واحترام واجباتها في ظل القانون الإنساني الدولي وأن تكون يقضة عند إدارة عملياتها العسكرية لأن تحمي المدنيين وأن تحترم وأن تحمي المستشفيات وأن تحترم حرمة مرافق الأمم المتحدة التي تأوي اليوم ما يزيد على 600 ألف فلسطيني إن قصف القوى الإسرائيلية غزة بلا هوادة وعدد الضحايا بين المدنيين والتدمير الكامل لأحياء كاملة يتواصل بشكل مقلق أنا أخلد ذكر عشراتي الزملاء زملاء الأمم المتحدة الذين يعملون في الأنروا للأسف قتل 35 منهم على الأقل في الوقت الراهن أثناء قصف غزة على مدى الأسبوعين المنصرمين أنا مدين لعائلاتهم بالتنديد بهذه الحالات القتل هذه والحالات المماثلة ترجمة نانسي قنقر